وزير سابق يدخل على خط إنكار الفيد للسنة ويطالبه أمثاله بشيء من المنطق كتب الوزير السابق خالد الصمدي عجبت لمن يدعو إلى اتباع المنهج العلمي والتقيد بقواعده في النقل والرواية ينكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تضمنت بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه القولي والعملي الذي لا غنى عنه لفهم وتطبيق ما ورد في القرآن الكريم من متشابه حقه البيان ومجملات حقها التفصيل ومطلقات حقها التقييد فعنيت بها الأمة بتوفيق الله تعالى جيلا بعد جيل فتداولتها كتابة وحفظا بأساند صحيحة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن دونها جهابدة أهل الحديث في كتب الصحاح بمنهج علمي دقيق يعرف بعلم الجرح والتعديل لم تعرف له الإنسانية مثيلا واعتنوا بفقها والاستنباط منها وتنزيلها وبلغ بهم الاحتياط إلى أن دونوا الأحاديث الموضوعة تنبيها عليها حتى لا تختلط بغيرها وواصل الوزير السابق ثم ينسى نفسه بعد هذا الإنكار فيحتج بوقائع بعينها من كتب التاريخ اختلف الناس في أحداثها ووقائعها وكثير منها بشهادة المؤرخين الذين عرفوا بالدقة والتحري وقائعوا لا سند لها ولا خطام ولا أزمة وإنما هي أخبار نتسوسة في زمن الفتنة قال المنصفون في وصفها تلك فتنة قد عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا فإذا به يجزم قاطعا بحدوتها دون حجة ولا برهان ويبني عليها قناعاته وتحليلاته ويدعو الناس إلى الاقتناع بها وتصديقها مستعملا لغة بعيدة كل البعد عن لغة العلم والمنهج العلمي وأضاف الدكتور خالد الصمدي ولو تأمل ماليا قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لتحرى في كل كلمة كلمة ولسلك المنهج العلمي بأصوله وقواعده في نقد الرواية والسند ولا استمسك بلغة العلم وقواعد الحوار العلمي وتلك هي الطريق القاسية التي تتطلب جهدا وكبدا ولا يبتغي صاحبها منها حشدا ولا عددا قال تعالى ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر